بالنسبة للترند الثاني واللمراتي الثاني على التوالي بولاية الصطيف التي تتوج بثاني أحسن صورة فوتوغرافية في مسابقة كأس العالم للمبدعين العرب ببريطانيا في مجال التصوير الفوتوغرافي حيث كان النصيب لعبد الرحيم الصالحي ابن بلدية عينا رناتا بولاية الصطيف وفاز بهذه الجائزة لأحسن صورة فوتوغرافية بولاية الصطيف لجائزة المبدعين العرب المقامة ببريطانيا فلنتابح صورة تاعي اللي كان عنوان تاعها عندما يتعانق الماضي والحاضر واللي خيرتها من هذا الماكان بالضبط كما راكم تشوفوا نشوفه في الصورة القلعة البيزانطية وفوقها المركز تجاري بارك مول بالإضافة إلى تصوير الشارع وتصوير الطابعة نحب نميل إلى كل شيء يكون فني كتصوير الحرف التقليدية تصوير الحرفين أي حاجة تمسوا بسلل الثقافة لازم يكون عندك مشاعر ويكون عندك الروح الفنية باش تقدر تحس بهذا الحواج كما الله فوتو لي هدرنا عليها كبيرت تعالى الماضي والحاضر مش أي واحد يقدر يصورها ولا أي واحد يقدر يحس بها إذن نمر لتفاعلكم مع هذه الجائزة الثانية التي كانت من نصيب الجزائر وبالضبط بولاية السطيف ونرصد لكم بعض التعليقات والتفاعل والتغريدات الجزائر تملك عقول في شتى المجالات وليس حكرا على كرة القدم وفقط فهاهم أبناء السطيف العالي أثبتوا مرة أخرى وقبلهم طبعا توجو الكثير من ولاية السطيف في مسابقات عالمية على غرار مسابقة الروبوت الذكية المقامة في الصين في تعليق آخر بوجحود هؤلاء من يجب الالتفات إليهم وتدعيمهم هؤلاء هم من يعطون الصورة الحسنة عن الجزائر ومناطقها الخلابة ويروجون للسياحة في الجزائر بطريقة أو بأخرى في تعليق آخر كرموهم وأعيدوا تكريمهم في الجزائر هم من يروجون لجمال بلادنا من شرقها لغربها وصولا لجنوبنا كبير كان هذا فيما يخص ملفات ترندنج لنهار اليوم أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة يمكنكم التفاعل معنا عبر منصاتنا الرسمية التابعة للشروق الإخبارية أطيب المولى وسلموا